فيلمنا النهاردة بيبدأ فغار بقرة أمريكا الشمالية واللي بنشوف فيها قطيع من الخيول الندرة وبتظهر ما بينهم فرسة وهي بتولد حصان صغير شكله جميل وبنشوف وقتها الحصان ده وبنعرف ان اسمه سبارت واللي بيظهر انه متحمس جداً لاستكشاف العالم وبعدها بنشوف سبارت اللي بيفضل يجري مع قطيع الخيول وكمان بيروح يلعب مع الخيول الصغيرة وهو سعيد ومبسوط وبينبهر سبارت جداً لما بيشوف قطيع التيران وهما بيشربوا من البحيرة ليلعب مع الزعيم بتاعهم وبتعدي الأيام وبيكبر سبارت وبنشوفه هو بيتسابق مع صديقه النسر وبالفعل بيقدر سبارت انه يتفوق عليه وبنعرف وقتها ان سبارت بقى هو قائد قطيع الخيول وكمان بيكون هو المسؤول عن حمايتهم وفي يوم من الأيام بيظهر أسد مفترس واللي بيكون عاوز يصطاد الخيول الصغيرة اللي موجودة في القطيع وفعلاً بيبدأ الأسد انه يطردهم علشان يكلهم ولكن فجأة بيجي سبارت وبيمنعه على آخر لحظة وبيبدأ سبارت انه يهاجم الأسد بشراسة وبعد معركة كبيرة بيقدر سبارت انه يوقع الأسد على الأرض وكمان بيخوفه وبيطرده لحد ما بيخليه يهرب من مكان تواجد القطيع وبسبب اللي حصل ده بتروح والدة سبارت ومعاها باقي القطيع وبيحيوا على شجاعته وبيظهر بعدها سبارت وهو سعيد جداً بوجوده مع القطيع واللي بيروح بالليل للخيول الصغيرة علشان يتطمن عليهم ويتأكد انهم في أمان وفي الوقت ده بيلاحظ سبارت وجود دوق غريب جاي من الغابة وبيكرر انه يروح ناحيته علشان يستكشف مصدر الدوق ده وبيتكلم سبارت مع والدته وبيعرفها انه هيروح في اتجاه الدوق علشان يعرف ايه اللي موجود هناك وبيطلب منها انها تفضل مع القطيع وبيسيبها وبينطلق وفعلاً بيجري سبارت لحد ما بيوصل لمصدر الدوق وهناك بيتفاجئ بمجموعة من القيول اللي بيكونوا مربطين في الشجر واللي بمجرد ما بيشوفوه بيفضلوا يحذروا وبيطلبوا منه ان يهرب بسرعة ولكن للأسف ما بيسمعش سبارت كلامهم وبيبدأ انه يستكشف المكان وهناك بينبهر سبارت لما بيشوف مجموعة من الصيادين وهما نايمين وبيكون مستغرب جداً من شكلهم لانه اول مرة يشوف بشر وبالغلط بيخبط سبارت واحد من الصيادين بالجزمة بتاعته واللي بيصحى فجأة وبيصحي صديقه علشان يشوف سبارت وبينبهروا هما الاتنين لما بيشوفوا سبارت لانه واحد من الخيول الندرة جداً وبيفضل سبارت يستكشف كل المعدات بتاعتهم لحد ما بيصحي زعيم الصيادين ولما بيحاول الزعيم ان يمسكوا بيجري سبارت بسرعة علشان يهرب منه فبيأمر الزعيم كل الصيادين انهم يستعدوا وفعلاً بينطلقوا كلهم وبيجروا ورا سبارت علشان يمسكوه ولكن وقتها بيقدر سبارت ان يخدعهم وبيجي من وراهم وبيحرر كل الخيول واحد ورا التاني وبيكمل سبارت هروبه وبيفضل يجري بسرعة لحد ما بيوصل لمكان القطيع بتاعه وهناك بيطلب سبارت منهم انهم يهربوا بسرعة من المكان وبيرجع سبارت تاني للصيادين وبيحاول ان يشتتهم علشان يبعدهم عن القطيع وفعلاً بتنجح خطة سبارت وبيخلي الصيادين يتردوه وبعدها بيدخلوا كلهم جوى جبل صخري وهناك بيجري سبارت على الصخور وبيهاجم الصيادين ولما بيجي سبارت وبيحاول ان يهرب منهم بيجي فجأة واحد من الصيادين وبيرمي عليه الحبل بتاعه وبيسحبه وبيقع على الارض ولما بيحاول سبارت ان يهاجمه بيجي باقي الصيادين وبيرموا الحبال بتاعتهم عليه وبيحوطوه من كل مكان وللأسف ساعتها ما بيكونش سبارت قادر ان هو يهرب منهم بسبب عدد الحبال اللي بيكون كبير جداً وبعدها بيتفاجئ سبارت لما بيشوف والدته ومعاها باقي القطيع وهم جايين علشان يساعدوه ووقتها بيصرخ سبارت فيهم علشان يهربوا بعيد وما يتمسكوشهم كمان وفعلا بتتراجع والدته هي وباقي قطيع الخيول وبيهربوا وبالرغم ان الخيول اللي مع الصيادين بيكونوا عاوزين يساعدوا سبارت الى انهم ما بيقدروش وبعدها بيتجمعوا كل الصيادين وبيسحبوا سبارت وبيمشوا وفي الطريق بيظهر سبارت وهو بيحاول انه يهرب منهم ولكنه للأسف ما بيقدرش انه يعمل كده وبيفضل سبارت ينادي على صديقه النصر علشان ينقذوا ولكن للأسف ما بيقدرش النصر انه يقرب منه بسبب الصيادين وبعد فترة بنشوف الصيادين اللي بيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا المعسكر كبير للجيش الامريكي وهناك بينبهر سبارت من اللي بيشوفوا في المعسكر واللي بيكون موجود فيه عدد كبير من الجنود المسلحين واللي كمان بيكونوا أسرين عدد كبير جداً من الخيول وهناك بيحاولوا الجنود انهم يسيطروا على سبارت ولكنه بيكون عنيد جداً معاهم وبيكون رفض الاستسلام ليهم وقتها بييجي قائد المعسكر وبيضرب نور في الهوى علشان يخوف سبارت وبيقرب القائد منه وبيقول للجنود انهم روضوا خيول برية كتير قبل كده وان القيول كلها شبه بعض وان من السهل انهم يروضوا حصان جامح زي سبارت وقتها بيتعصى بسبارت جداً وبيكسر عصاية القائد علشان يسبت له انه مش خايف منه وساعتها بيجوا الجنود وبياخدوا سبارت وبيربطوا في مكان مخصص لتثبيت الأحصنة وبيجي الحلاء علشان يحلق لسبارت شعره ولكنه بعدها بيتفاجئ بعضة قوية جداً منه فبيتضيق الحلاء وبيطلب من الجنود انهم يربطوا كويس وفعلاً بيبدأوا الجنود في تثبيت سبارت وبيبدأ الحلاء انه يقصلوا شعره ولما بيحاول الحلاء انه يركب له حدوى بيغبطوا سبارت جامد وبيوقعوا على الأرض فبيتعصى بالحلاء جداً منه وبيخلي الجنود يربطوا من كل مكان ولكن بعدها بيقدر سبارت انه يحرر نفسه وبيغبط الحلاء اللي بيقعوا على الأرض وبيفقد الوعي فبيجوا الجنود وبينقلوا سبارت لساحة التدريب علشان يروضوه وكمان بيركبوا للجامع علشان يعرفوا يتحكموا فيه ولكن وقتها بيعانت سبارت معاهم أكتر وكل ما بيجي جندي وبيحاول انه يروضو بيجري سبارت بسرعة وبيطيرو وبيوقعوا على الأرض وبيفضل سبارت يوقع جندي وراء الثاني وما بيكونش في حد من الجنود قادر انه هو يسيطر عليه وساعتها بينبهر كل القيول من اللي هما شايفينه وبيحيوا سبارت وبيفضلوا يتفرجوا عليه وهم مبسوطين ولكن وقتها بيظهر قائد المعسكر وهو متعصب جداً من اللي سبارت بيعمله وبيظهروا كل الجنود وهم خايفين جداً من انهم يقربوا منه وبيفضل سبارت بعدها يطير الجنود واحد وراء الثاني برا ساحة التدريب وبعدها بيجري سبارت بسرعة وبيخوف كل الجنود لحد ما بيوصل لقائد المعسكر اللي بيبنى عليه انه مش خايف منه وفي الوقت ده بيطلب القائد من الجنود انهم يربطوا سبارت وانهم يمنعوا من الأكل والمية لمدة 3 أيام وفعلاً بيروحوا الجنود وبيربطوا سبارت في عمود موجود جوى ساحة التدريب وبيفضل سبارت يحاول محاولات كتير علشان يقطع الحبل ولكنه للأسف ما بيقدرش وبالليل بيفضل سبارت يبص للسماء وبيبنى عليه انه مفتقد والدته والقطيع بتاعه جداً وفي تاني يوم بيظهر على سبارت انه هو جعان وعطشان جداً وبيفضل يتفرج على قائد المعسكر وهو بيشرب مية وفي الوقت ده بيجوا مجموعة من الجنود اللي بيكونوا قبضوا على شاب من قبائل الهنود الحمر وبيعرفوا القائد ان الشاب ده كان بيسرق من الموارد بتاعتهم فبيطلب القائد من الجنود انهم يربطوه ويحرموه هو كمان من الأكل والمية ووقتها بيستغرب سبارت من شكل الشاب اللي بنعرف ان اسمه كارك واللي بيكون منبهر هو كمان من وجود حصان جامح زي سبارت جوى المعسكر وساعتها بيحاول كارك انه يلعب سبارت ولكنه ما بيدلوش اي اهتمام وبالليل بيستغرب سبارت لما بيسمع كارك وهو بيعمل صوت غريب وبيفهم سبارت وقتها ان كارك بيتواصل مع حد خارج المعسكر وفجأة بتترمي سكينة من فوق السور وبتقع جنب كارك اللي بيقرب رجله منها وبيقدر ان ياخدها قبل ما حد يشوفه وبعد شوية بيستعد الجنود علشان يروحوا يحموا السكة الحديد من هجمات قبائل الهنود الحمر ووقتها بيسألهم القائد اذا كان عدى 3 ايام على حرمان سبارت من الأكل والمية وفعلا بيكون عدى 3 ايام على سبارت وبيبنى عليه التعب جدا وساعتها بيبدأ القائد في ترويد سبارت اللي بيحاول ان يوقعه هو كمان وبيفضل سبارت يجري وبيتحرك بسرعة وبيغبط في الجدار علشان يوقع القائد ولكن سبارت ما بيكونش قدر ان يوقعه لانه ما اكلش بقاله 3 ايام وفجأة بيقف سبارت عن الحركة لانه بيبقى فقط قوته وما بيكونش قدر ان هو يكمل جاري وساعتها بيظهر على القائد انه سعيد جدا لانه قدر يروض سبارت وبيفضل القائد يتفخر من سيطرته على سبارت قدام الجنود وبيفكرهم انهم لازم يكملوا السكة الحديد وانهم علشان يكملوها محتاجين لعدد كبير جدا من الخيول وبيأكد لهم القائد انهم لازم يقضوا على قبائل الهوند الحمر وبيعرفهم انهم بالعقاب والوقت هيقدروا يروضوا اي حصان وفي الوقت ده بيتعصب سبارت جدا من كلام القائد وبيسحب اللي جب من ايده وبيجري بسرعة وبيطيره وبيوقعه بعيد وبسبب اللي حصل ده بيفرحوا كل الخيول وبيحيوا سبارت على شجاعته وبيمبير كاريك هو كمان من شجاعة واسرار سبارت فبيتعصب القائد وبيطلع المسدس بتاعه بيوجهه ناحية سبارت وساعتها بيقف سبارت باسراره ما بيكونش خايف منه وقبل ما القائد يقتله بيحرر كاريك نفسه بيهاجم القائد وبيتعلق بسرعة في سبارت واللي بياخده وبيجري وبيروح يحرر باقي الخيول وبيضرب كاريك واحد من الجنود وبياخد السلاح بتاعه فبيجري سبارت وبيدخل للإستابل اللي موجود في كل الخيول وهناك بيستخدم كاريك السلاح اللي معاه وبيكسر القفل وبيخرج هو وسبارت ووراهم كل الخيول وبيكملوا كلهم جاري وبيخرجوا من المعسكر وبيتفرقوا عن بعض وبيكون سبارت سعيد جدا لأنه بكده هيقدر أن يرجع للقطيع بتاعه من تاني ولكن وقتها بيصفر كاريك وبتظهر الفرسة بتاعته اللي اسمها رين وبيركب كاريك على ظهرها وبيجوا اتنين من أصدقائه وبيرموا الحبل بتاعتهم على سبارت اللي بيتضيق لأنه وقع في القصر من تاني وبعدها بيوصل كاريك وأصدقائه للقبيلة بتاعتهم ومعاهم سبارت اللي بيحبسوا في حظيرة وساعتها بيقرب كاريك منه وبيشيل اللي جامل اللي كان مدايقه وبيصحى سبارت تاني يوم وبيفرح لما بيلاقي طفاح محتوط جنبه علشان يأكل منه وفي الوقت ده بيلاحظ سبارت وجود رينو اللي بيكون منباهر جداً بيها وبيحاول ان يلفت انتباهها ولكنها ما بتدلوش اي اهتمام فبيتضيق سبارت لما بيشوفها بتلعب مع كاريك ومبسوطة جداً معاه وبعدها بيرجع كاريك اللي بيحاول ان يروض سبارت ولكنه بيفشل وساعتها بيتريه وأصدقاء كاريك عليه وبيجري سبارت وراه لحد ما بيخرى كاريك من الحظيرة فبتجري رينو بتبدأ انها تتخنق مع سبارت علشان تنكس كاريك ووقتها بتيجي فكرة الكاريك وبيربط رين مع سبارت وبيطلب منها انها تهدي وبيفتح لهم باب الحظيرة فبيفرح سبارت جداً وبيجري بسرعة علشان يرجع للقطيع بتاعه ولكن وقتها رين بتمنعه وبتقعد على الارض علشان ما يهربش لبعيد وبتلف رين الحبل حوالين سبارت وبتوقعه فبينبهر بيها سبارت اكتر وبيفضل يتمشوا سوا وبتعرفوا رين على اهل القبيلة وعلى الناس اللي عايشين فيها فبيستغرب سبارت من المعاملة اللطيفة اللي البشر بيعملوها للخير بتاعتهم على عكس الجنود اللي في المعسكر وفي الوقت ده بتيجي بنت صغيرة وبتلعب مع سبارت اللي بيوسيها لما ابتوقعه علشان ما تعيتش وبيروح سبارت هو ورين علشان ياكلوا وبيلاحظ انها عاوزة تاكل تفاحة من على الشجرة ولكنها للأسف بتكون بعيدة وما بتكونش رين قادر انها توصل لها فبينط سبارت وبيجيب التفاحة وبيديها لها ولكن رين ما بتاكلهاش لوحدها وبيتشاركوا هما اللي اتنين فيها وبيبنع عليهم انهم اعجابوا ببعض اكتر وبعدها بنشوف سبارت وهو بيلعب مع كارك اللي بيكون عاوز يروضه ولكنه ما بيعرفش ساعتها بيروح سبارت وبيكنع كارك النموافق انه هما يمتصي ولكن لما كارك بيحاول ان يركب على ظهره بيغضع سبارت وبيوقعه على الارض ووقتها بيتحكوا اصدقاء كارك وبيفضلوا يترياءوا عليه وساعتها بيتضيق سبارت وبيخوفهم هما كمان وبيوقعهم برى الحظيرة وبيقرب من كارك علشان يوسيه فبيقول له كارك انه مش هيحاول يمتطي تاني وبعدها بنشوف كارك وهو بيفتح باب الحظيرة علشان يطلق صراح سبارت وبيطلب منه يمشي ولكن سبارت بيكون مستغرب جدا من اللي كارك بيعمله وفي البداية بيكون سبارت مطردد انه يمشي وبيبص الكارك باستغراب لكنه بعدها بيخرج من الحظيرة وبيودع كارك وبينطلق لحد ما بيوصل لرين واللي بيعرفها انه بقى حر وبيطلب منها انها تروح معا للقطيع بتاعه ولكن رين بترفض انها تروح معاه وبتكون عاوزة تفضل مع كارك والقابلة بتاعته وفجأة بيحسوا هما الاتنين بحركة الخيول وبيشوفوا الجنود من بعيد وهم راحين يهجموا القبيلة فبيجري سبارت هو ورين بسرعة ناحية القبيلة علشان يساعدوا اهلها واللي بيكونوا بيحرب الجنود بشراصة رغم بساطة اسلحتهم وساعتها بيركب كارك على ظهر رين وبينطلق علشان يهجم قائد المعسكر ولكن القائد بيدرب نارة على رين اللي بتقع هي وكارك في النهر ولما بيتشبس كارك بالسخور بيوجه القائد سلاحه ناحيته علشان يموته ولكن ساعتها بيدخل سبارت وبيوقع القائد من على الحصان بتاعه علشان ينقذ كارك وبيجري سبارت بسرعة علشان يرحق رين لان طيار المياه جرافها لبعيد وبينطلق سبارت بسرعة وبينطف المياه وبيحاول يقرب من رين علشان ينقذها وبالفعل بيقدر سبارت اني يوصل لها وبيعافر عكس الطيار لكن ضغط المياه بيكون اقوى منه وما بيقدرش سبارت اني يخرج بيها برا المياه لحد ما الطيار بيسحبهم وبيقع هم الاتنين من فوق الشلال وبعدها بيطلع سبارت من المياه وبيجري ناحية رين اللي بتكون موجودة على الشط وبيعرف سبارت ان رين مصابة ومش هتقدر تتحرك فبيقرب سبارت منها وبيفضل نام جنبها طول الليل وهو حزين وبعدها بيوصل الجنود لمكان سبارت وبيقبضوا عليه وبيسيبوا رين لانها مصابة واكيد هتموت وساعتها بيفضل سبارت يقومهم وبيعافر لانه مش عاوز يسيب رين لوحدها لكنه في النهاية ما بيقدرش وبيفتكر سبارت ان رين ماتت لما بيشوفها وهي بتفقد الوعي وبيستسلم وبيروح مع الجنود وبعد ما بيمشوا بيجي كاركو بيروح لرين وبيتطمن عليها وبيكون حزين على اللي حصل لسبارت وبيكرر ساعتها انه هيروح وراهم علشان ينقذ سبارت زي ما هو أنقذ حياته وبعدها بيظهر الجنود وهما بيركبوا سبارت في القطر اللي موجود فيه الخيول بتاعت قبيلة الهند الحمر واللي اول ما بيشوفوه بيفرحوا جدا لكن سبارت بيكون حزين لانه بيكون معتقد ان رين خلاص ماتت وبنشوف بعدها القطر وهو بيتحرك واللي بيكون موجود فيه كل الخيول والمعدات وبيظهر سبارت وهو فاقد الامن لأول مرة لانه بيكون مشتق للحرية وارجوع الولدته والقطيع بتاعه وبعد شوية بيقف القطر في محطته وبيروح الجنود وبيخرجوا سبارت وباقي الخيول اللي معاه وبيكون سبارت مستغرب جدا ومش عارف سبب وجودهم في المكان ده ولكنه بعدها بيسمع البشر وهم بيتكلموا وبيفهم منهم انهم محتاجين الاحصنة علشان يسحبوا عربة القطر ومن ناحية تانية بيستعد كارك وبينطلق علشان يحرر سبارت ويرجع به للقبيلة وساعتها بيكون الجنود رابطوا سبارت وكل الاحصنة علشان يسحبوا عربة القطر اللي هيعدوا بيها من فوق الجبل وبتبدأ الاحصنة انها تسحب القطر لحد ما بيوصلوا لقمة الجبل وقتها بيشوف سبارت خط سير القطر وبيفهم انه متوجه لما كان تواجد القطيع بتاعه ساعتها بيقف سبارت وما بيرضاش يتحرك وبيلاحظ ان القطر هيتراجع لو كل القيول ما سحبتوش فبتيجي لسبارت فكرة وبيمثل انه مات وده بيخلي الحراس يفكوا من السلسل علشان ما يعطلش حركة القطر وقتها بيستغل سبارت الفرصة وبيحرر نفسه وبيهاجم الحراس وبيحاول ان يكسر السلسل اللي مربوط فيها القيول وفعلا بيكسر سبارت السلسلة منهم وبيحرر مجموعة من الخيول وبيروحها السلسلة التانية وبيكسرها هي كمان وبكده بيكون سبارت حرر كل القيول وبيطلب منهم يهربوا بسرعة وبنشوف القطر وهو بيتراجع رغم محاولات البشر في انهم يسبتوا في مكانه وقبل ما يهرب سبارت بيربوتوا مجموعة من الجنود بسلسلة ولكنه بيدربهم وبيهرب منهم وبيشوف سبارت القطر وهو خلاص هيقع عليه فبينزل سبارت بسرعة من على الجبل وبيقع على القطر وراه وبيكون القطر قريب جدا منه واللي بيتير في الهواء وبيكون خلاص هيقع عليه ولكن سبارت بيقدر ان يتفده وبيفضل يجري لحد ما بيغبط القطر في القطر التاني وبيحصل انفجار كبير بين القطرين وبنشوف حريق كبير جدا في الغابة وبيكون سبارت فخور جدا باللي هو عمله وبيفضل يجري في الغابة اللي بتكون على وشك انها تتحرق بالكامل ولكن وقتها بيجري سبارت واللي لأسف بتتعلق السلسلة بتاعته في جزء شجرة وبيكون سبارت عاجز انه يحرر نفسه من السلسلة وقبل ما النار توصله بيظهر كارك وبيحرره وبيجروا هما اللي اتنين بأقصى سرعة وبينطوا هما اللي اتنين في النهر وبيلاحظ سبارت ان كارك موجود على ضفة النهر فبيقرب سبارت منه وبيزقه في المياه وبيفضل يلعبه سوى هما الاتنين وبيكون سبارت سعيد جدا بوجود كارك لانه متخلاش عنه وجاء علشان ينقذه وبيقرب منه وبيحضنه وفجأة بيوصل قائد المعسكر ومعاه مجموعه من الجنود وبيضربه نر عليهم وساعتها بيحاول كارك انه يجري لكنه بيقع على الارض فبيرجع سبارت بسرعة علشان ياخده ويهربه سوى وبيفضل القائد يطاردهم لحد ما بيوصلوا لمنطقة جبلية وبيدخلوا فيها وهناك بيمسك كارك عصاية من الارض وبيعلقها بين السخور وبيوقع واحد من الجنود في الفخ بتاعه اما الجنزي التاني اللي كان بيتارده فبيضخبط في صخرة وبيقع وبنشوف سبارت اللي بيقف على اخر لحظة قبل ما يقع من على حفة الجبل وبيساعد كارك انه يضرب واحد من الجنود وبيكمل سبارت جارية لحد ما بيطلع فوق الجبل وبيتفاجئ ان ما فيش طريق يقدروا يهربوا بي من الجنود وبالرغم من كده بيكرر سبارت ان ينطل الجانب التاني من الجبل واللي بيكون بعيد جدا عنهم ولكن وقتها بيصمم سبارت وبيستجمع شجعته وبينطلق بأقصى سرعة وبينطف الهوى علشان يوصل للجانب التاني وبينبهر القائد هو وباقي الجنود اللي معاه لما بيشوف سبارت وهو طاير في الهوى وفعلا بيقدر سبارت ان يوصل للجانب التاني وبيكون فخور جدا باللي هو عمله وساعتها بيوجه جنزي من الجنود السلاح بتاعه ناحية سبارت علشان يقتله ولكن وقتها بيدخل قائد المعسكر وبيوقفه وبيظهر لسبارت احترامه للإصرار بتاعه وبيتراجع هو والجنود اللي معاه فبيفرحوا سبارت وكارت جدا وبيرقصوا هما مبسوطين وبيركب كارت على ظهر سبارت وبينطلقوا بأقصى سرعة لحد ما بيوصلوا لقبيلة كارت وهناك بيباني الحزنة على سبارت لما بيفتكر رين ولكن فجأة بيصفر كارت وبتخرج رين من القبيلة فبيفرح سبارت جدا لأنها لسه عايشة وبيجري سبارت في اتجاه رين وبيقربوا هما اللي اتنين من بعض وبيرقصوا هما مبسوطين وبيرجعوا بعدها الكارت اللي بيحضن رين وبيقولها ان هو هيفضل فاكرها مع ما حصل وبيطلب كارت من سبارت ان هو يهتم بيها وما يزعلهاش أبدا فبيقرب منه سبارت وبيحضنه وبيودعوا سبارت هو ورين وبينطلقوا وبيكون سبارت سعيد جدا وبيحي كارك لأن هو السبب في حريتهم وبيفضلوا سبارت ورين يجروا لحد ما بيقابلوا النسر اللي بيكون سعيدا وشاف سبارت من تاني وبعدها بيوصل سبارت للقطيع بتاعه اللي بيحيوه وبيكونوا مبسوطين جدا برجوعه وبيحضن سبارت والدته اللي بتفرح لما بتشوفه وبينطلق هو وباقي القطيع بكل حرية في المنا النهاردة بيبدأ في اكبر سرك موجود في قرة امريكا الشمالية واللي بنشوف فيه عرض استعراضي للخيول مع واحدة جميلة اسمها ميلة واللي بيكون معاها زوجها اللي اسمه جيم وبنتهم الصغيرة اللي اسمها لاقي واللي بنشوفهم وهم قاعدين وسط الجمهور وبيتفرجوا على استعراضات ميلة بالحصان بتاعها وبيظهر جيم وهو مبسوط جدا بعرض زوجته ميلة وكمان بنشوف لاقي اللي بتفضل تاكل من طبق الفراولة اللي قدامها بنعم جديد وبنعرف انها بتحب الفراولة جدا وفي الوقت ده بتعمل ميلة حركة استعراضية خطيرة ولكنها للأسف بتقع بالحصان بتاعها وبتموت قدام زوجها وبنتها فبيتصدم جيم من موت زوجته وبنعرف وقتها ان جيم تعقد من الخيول وبقى بيكرهها جدا بسبب اللي حصل لزوجته ميلة وبنشوف بعدها جيميل اللي بيستصعب مهمة تربية بنته لاقي لانها لسه صغيرة وبيكرر ان يسيب مهمة تربية على اخته كورة والده جيمس وبيسافر جيم لبيته القديم وبيبعد عن بنته نهائيا وبيرجع تاني لشغله في السكة الحديد لانه بيكون حابب يعتمد على نفسه بعيدا عن نفوذ والده وبعد مرور سنين كتير بنعرف ان لاقي تربت في بيت جدها جيمس لحد ما كبرت وبقى عندها عشر سنين وبتكون لاقي عيشة وحيدة بعد ما والدتها ماتت ووالدتها تقلى عنها وفي يوم من الايام بتشوف لاقي وهي قاعدة بتلعب مع سنجاب صغير في قدتها وفي الوقت ده بتدخل عليها عمتها كورة وبتطلب منها تبطل شقاوة وبتقول لها انها لازم تذكر دروس الفيزياء بتاعتها وبتعرفها ان الجد جيمس داخل على انتخابات لمنصب محافظ البلدة وبتكمل كورة كلامها اللاقي وبتحاول تفاهمها انها لازم تظهر بمظهر لاقي قدام الناس وتبطل شقاوة علشان يعدوا مرحلة الانتخابات دي على خير فبتشتكي لاقي لعمتها كورة وبتقول لها انها حسب مال الشديد لانها ما عنداش اصدقاء وانها كمان ما بتخرجش خالص من البيت وبتكمل لقي كلامها وبتسأل عمتها عن فايدة دراستها للفيزياء اللي بتتعلم فيها قياس سرعة الكطار مع حساب المسافة وبتحاول لقي تفاهم عمتها كورة ان كل المعلومات اللي هي بتدرسها دي ملهاش اي لازمة وبالرغم ان لقي ما بتكونش مقتنع بالدراسة الى انها بتضطر تذكر المواد بتاعتها وفي الوقت ده بيدخل عليهم الجد جيمس وبيطلب من كورة انها تربط له الجرفات بتاعته وده لان فيه وفد مهم جدا من المسئولين والمصورين والصحفيين جايين علشان يصوروا لقاء معاه وبيبدأ الجد جيمس يشرح لكورة عن الوفد ده وبيقول لها ان هم جايين علشان يعرفوا منه برنامجه الانتخابي ويسألوا بعض الاسئلة عن حياته وبيقرب الجد جيمس من كورة وبيكلمها بصوت واطي وبيقول لها انه قال ان جدا من ان لقي تبوز اللقاء بتاعه وتحرجه قدام الضيوف ولكن وقتها بتطمنه كورة وبتقول ان لقي هتكون مطيع جدا وان مستحيل تحرجه قدام حد فبيطمن الجد جيمس وبيخرج من القوضة هوا وكورة وساعتها بيرجع السنجاب للقوضة مرة تانية فبتشوفه لقي وبتحاول انها تمسكه ولكن وقتها بيهرب السنجاب وبيفضل يجري منها وبيبهدل القوضة وبينط السنجاب من الدور العلوي وبينزل لتحت فبتنط لقي وراه وبتحاول انها تمسكه وفي الوقت ده بيوصل الجد جيمس عند ماب البيت وبيكون معاه وفدا من المصورين والصحفيين واللي بمجرد ما بيدخولوا البيت بيتفاجئوا بلاقي اللي بتكون متعلقة من رجليها في حبل نازل من السقف وكمان بيقع عليها برواز كبير وبتتقطع السورة بتاعت الجد جيمس اللي كانت فيه وفجأة بينط السنجاب وبيمسك في وش الجد جيمس وساعتها بيروحوا المصورين بسرعة وبيصوروا اللقطة دي وبتنزل بعدها السورة دي مع الخبر اللي بيكون موجود اول صفحة في الجرايد وبسبب اللي حصل ده بنعرف ان الجد جيمس تدايق جدا من لقي وكرر ان يبعتها مع عمتها كورا علشان تعيش مع والدها جيم وفعلا بتجوف كورا ولاقي وهم مسافرين بالقطر علشان يروحوا الجيم وفي القطر بتفضل كورا تتفرج على صورة الجد جيمس في الجرايد وبيصهر وقتها على لاقي انها متضايقة جدا لانها راجع لولدها اللي تخلى عنها زمان وبتقول لاقي لعمتها كورا ان والدها جيم ما سألش عليها نهائيا خلال العشر سنين اللي فاتوا وانها متضايقة جدا لانها حاسة ان جدها بيعاقبها بقرار رجوعها لولدها ولكن وقتها بتطمنها كورا وبتقول لها انهم هيقضوا عند جيم فترة الصيف بس على ما يكون جدها خلص فترة الانتخابات دي وبعدها هيرجعوا له تاني وبتكمل كورا كلامها وبتدفع عن جيم وبتقول لاقي ان هو كان غصبة عنه وانه كان مضطر يسيبها زمان لانه وقتها ما كانش هيقدر يتحمل مسئوليتها وان القرار ده كان قرارهم كلهم بالمشاركة مش قرار جيم لوحده فما بتهتمش لاقي بكلام عمتها لانها بتكون واسقة ان والدها كان قصد يتخلى عنها وبعد شوية بتقوم كورا وبتسيب لاقي علشان تجيب حاجة تشربها من المحطة وفي الوقت ده بتفتح لاقي شباك القطر وبتشوف حصان بري شكله نادر ومميز جدا واللي بيفضل يتسابق مع القطر وبيكون وراء قطيع من الخيول البرية واللي بيبنى عليهم انهم عيلته وعشرته فبتمبهر لاقي جدا من شكل الحصان اللي بيحرق جواها احساسها وحبها تجاه الخيول اللي ورسته عن والدتها مالة فبتخرج لاقي من عربة القطر وبتفضل تتنقل من عربة للتانية علشان تلحق الحصان والقطيع بتاعه لانهم سبقوا القطر ولكن بعدها بتتفاجئ لاقي بعمتها كورا وهي رجعة وساعتها بتنقط لاقي من شباك القطر وبتمشي على حفة العربة من بره بحذر شديد ولما بتلاحظ كورا غياب لاقي وبتشوفها من شباك القطر بتترعب جدا وبتتخدى عليها وبتجري بسرعة على اخر عربة في القطر علشان تنقذها ومن ناحية تانية بتقدر لاقي انها توصل لاخر عربة في القطر وهناك بنشوف لاقي وهي بتتفرج على الحصان وباقي قطيع الخيول ووقتها بيقرب الحصان من لاقي اللي بتقرب منه هي كمان علشان تلمسه ولكن فجأة بتفقد لاقي توزنها وبتكون خلاصها توقع وساعتها بيجي شخص غريب اسمه هندريكس وبيقدر ان ينقذ لاقي على اخر لحظة وبيبدأ هندريكس يحكي لاقي وبيقولها ان الخيول البرية دي خطر جدا وفي الوقت ده بتيجي كورة وبتشكر هندريكس على انقاذ لاقي وبتروح كورة تاخد لاقي وبيرجعها تاني للعربة بتاعتهم وبعد شوية بيوصل القطر للمحطة وبتظهر لاقي وهي متضايقة جدا لان والدها ماهتمش انه يستقبلهم في المحطة ومن ناحية تانية بنشوف هندريكس وهو نازل من القطر ومعا عصابته واللي بيقولهم انه شاف قطيع من الخيول البرية موجودين قريب من المنطقة هنا وانهم ممكن يستضوهم ويباعوهم وبتمنها اقدر يجيبوا تذاكر للقطر وهم راجعين وكمان هيتفضل معهم فلوس كتير جدا علشان يصرفوها وفي الوقت ده بتسمع لاقي خطة هندريكس وبتتدايق جدا من اللي هو بيقوله وبتتفاجئ لاقي لما بتشوف مهرجان استعرض للخيول موجود قريب منهم فبتستغل لاقي ان عمتها مش واغد بالها منها وبتروح للمهرجان وهناك بتشوف لاقي عرض كبير للخيول وبنشوف مقدم المهرجان اللي اسمه جرينجر وبنشوف كمان بنته اللي اسمها برو واللي بتكون مشتركة في العرض ده وبنعرف وقتها ان جرينجر بيمتلك استبلات كتير للخيول وان بنته برو ورست عنه حبه للخيل وفي الوقت ده بتلاحظ برو جود لاقي وبتعرف انها بنت ميلة لانها شبهها جدا وبتروح برو بترحب بلاقي وبتديها الوشاح بتاع والدتها اللي هي كانت بتديها لها زمان فبتفرح لاقي جدا بالوشاح ده وبيبدأ جرينجر يقدم بنته برو اللي بتعمل استعراض جميل جدا بالحصن بتاعها وبعد شوية بتوصل كرة لاقي وبتقول لها انها قلق جدا لما ملقتهاش جنبها وفضلت تدور عليها كتير وبعدها بنشوف كرة ولاقي اللي ما بيكونوش عارفين مكان بيت جم وساعتها بيقابلهم ولد صغير اسمه سنابس وبيكون معا الحمر الصغير بتاعه واللي بيعرض عليهم ان يوصلهم للمكان اللي هم عاوزينه مقابل سنت واحد بس فبتوافق كرة وبتديله السنت وبتسأله عن بيت جم فبيقول لها سنابس ان هو هيوصلهم ليه ولكنه بعدها بيشور لهم على بيت معين وبيقولهم ان هو ده البيت اللي هم بيدوروا عليه وفي الوقت ده بتيجي اخت سنابس الكبيرة اللي اسمها ابي جيل واللي بترمل حبل بتاعها عليه وبتربطه بيه وبعدها بتنزل ابي جيل من على الحصان بتاعها وبتاخد من سنابس السنت وبترجعه الكرة وبتعتذر لها على استغلال اخوها ليهم وبتتعرف ابي جيل على لاقي وبتقول لها ان والدتها مشهورة هنا جدا وبترحب بيها في البلدة بتاعتهم ولما بتسمع ابي جيل المقدم جرينجر وهو بينادي على اسمها بتروح تودع لاقي بسرعة لشان تلحق دورها في مهرجان الخيول وبتسيبهم وبتمشي وفي الطريق لبيت جيم بتفضل لاقي تتكلم مع عمتها كورة عن حبها المفاجئ للخيل وبتقول لها ان هي لما شافت بنتين سوغيرين في سنها ركبين خيول في المهرجان حبت الموضوع ولكن وقتها بتغير كورة الموضوع لانها ما بتكونش عاوزة لاقي تتعلق بحب الخيل زي والدتها خصوصا انهم معتبرين ان حب الخيل ده كان السبب في موت مالا وده لانها وثقت في الحصان بتاعها جدا لكنه خانها وقعها وتسبب في موتها وبمجرد ما بيوصلوا كورة ولاقي للبيت بيلقوا جيم في استقبالهم واللي بيرحب بيهم وبيدخلهم للبيت وبياخد لاقي وبيطلعها الدور العلوي علشان يوريها قدتها وبيكون جيم عامل لبنته لاقي قدتها كلها بورق حقق علي سمر الفراولة وده لانه عارف انها بتحبها من صغرها ولما بيشوف جيم الوشاح اللي مع لاقي بيسألها يجبته منين فبترد عليه لاقي وبتقوله ان صديقة والدتها هي اللي ادتها لها فبيقول جيم للاقي انها كبرت وباقت شبه والدتها جدا واسناء ما هم بيتكلموا بيسمعوا صوت كورة وهي بتصرخ وده لانها شافت فار فبيسيب جيم بنته لاقي وبيروح يتطمن على كورة وفي الوقت ده بتفتح لاقي شنطة هدومها علشان تبدأ ترتبهم في الدولاب ولكنها بعدها بتتفاجئ لما بتشوف ان فيه فتحة صغيرة في الدولاب اللي بيكون بين من وراء قوضة سرية فبتزوق لاقي الدولاب وبتلاقي فعلا قوضة سرية موجود فيها كل هدوم وادوات والدتها مالة وبتشوف لاقي اعلانات قديمة لولدتها ايام ما كان بتقدم استعراضات بالخيول وساعتها بتفق لاقي شعرها وبتسيبه يتفرد وبتفرح لاقي اكتر لما بتسمع صوت صهير الحصان اللي شافته وهي ركبة القطر وبتروح لاقي تفتح الشباك وبتلاحظ ان الصوت جاي من مكان قريب منهم فبتنزل لاقي من قوضتها بسرعة وبتروح للمكان اللي في الحصان وهناك بتلاقي استابل وجنبه مكان واسع حواليه صور مخصص للخيول وفي الوقت ده بتسمع لاقي صوت الحصان وهو جاي من جوة الاستابل وبيكون واضح على الصوت ان في ناس بتعذبه وفي الوقت ده بتعرف لاقي من برون الاستابل ده بتاعهم وان والدها جرينجر مأجره المجموعة من الصيادين وفجأة بيتفتح باب الاستابل بكوة وبيخرج منه الحصان وبيكون هندريكس راكب عليه وبيجري الحصان لحد ما بيوقع هندريكس من فوقه وبيكمل الحصان جارية وبيفضل يقرب في اتجاه هندريكس علشان يخبطه ولكن بيقدر هندريكس انه يلحق نفسه وبينط من فوق الصورة على اخر لحظة ولما بيشوف لاقي قدامه بيقولها انه هو نصحها قبل كده تبعد عن الخيول لانهم خطر جدا وبعدها بيتجمع هندريكس هو وعصابته وبيحوطوا الحصان تاني بالحبال وبيقدروا انهم يمسكوه وبيبدأوا يشدوه ويعذبوه علشان يجي معاهم وفي الوقت ده بتكون برو راح تنازل والدها جرينجر وبتقوله على اللي هندريكس وعصابته بيعملوه في الخيول فبييجي جرينجر وبيزع على هندريكس هو وعصابته وبيقولهم انه هو مش هيسمح لمستأجرين زي يوم يعذبوا الخيل فبيتحارج هندريكس هو وعصابته من جرينجر وبيعتذروله وبعدها بيقول هندريكس العصابته نوم لو قدروا يروضوا الحصان ده هيقدروا يبعوه بفلوس كتير وبيتفق معاهم انهم هيكملوا خطتهم بكرة وبيربطوا الحصان في الصور وبيمشوا وبعد ما بيمشوا بتفق لاكي الحبلة للحصان مربوط بي وساعتها بتكرر لاكي انها هتسمي سبارت وبتعد لاكي مع برو وبيفضله يتكلمه وبيتصحبه على بعض وبعدها بترجع لاكي على البيت وبييجي الليل وبتكون لاكي قاعدة بتتعشى مع والدتها وعماتها وفي الوقت ده بيشوف جيم صورة والده مع السنجاب وبتكون لاكي فاكرا ان والدها هيتدايق من اللي حصل لوالده بسببها ولكن الغريب ان جيم بيفضل يضحك على الصورة فبتنتهز لاكي فرصة انه بيدحك وبتقوله ان هي عايزة تربي حصان فبيتضيق جيم جدا خصوصا لما بيعرف ان لاكي اصدع على الحصان البري المتمرد اللي موجود في الاستابلا القريب منهم وساعتها بيرفض جيم طلب لاكي وبيقولها انه هو رفض وجود اي حصان في حياتها وده لانه هو الحد دلوقتي مش قادر ينسى اللي حصل لوالدتها زمان فبتضيق لاكي جدا من رد فعل والدها وبتسيبه وبتطلع قدتها وفي تاني يوم بتصحى لاكي وبتخرج من البيت وبتروح للإستابلا علشان تشوف سبارت وفعلا بتوصل لاكي عند الإستابلا وهناك بتقابل برو اللي بتفضل تتكلم معاه عن الخيل وبتقولها ان الخيول البرية محتاجة تدريب خاص وصبر وانه هي لازم تظهر لسبارت انه هي واثقة فيها علشان يتعوده على بعض ويكون مطيع ليها لان الخيول بتحب ان صاحبه يكون واثق فيها جدا وبعدها بتروح لاكي تدزل سبارت بتطصية علشان ياكلها ولكنه بيرفض وساعاتها بتيجي ابي جيل وبتدزل لاكي تفاحة وبتنصحها انها تجرب تأكل سبارت تفاح وفعلا بياخد سبارت تفاحة من لاكي وبيظهر انه بيحب التفاح جدا فبتفرح لاكي جدا لان سبارت راضي اخيرا ياكل من ايديها ولما بتروح لاكي بتلاقي صندوق تفاح قدام البيت واللي بيكون جم جمعهم الحديقة بتاعتهم فبتاخد لاكي تفاح من الصندوق وبتروح لسبارت وبتأكله وبتفضل لاكي طول الليل تأكل سبارت من التفاح ده وبيظهر وقتها على سبارت انه سعيد جدا من اهتمام لاكي بيه وبالليل بنشوف لاكي وهي قاعدة مع اصدقائها برو وابي جيل وبنروح بعدها الهاندركس وبنشوفه هو واقف بعيد واللي بيكون بيرائب لاكي واصدقائها وبيشوف طريقة تعاملهم مع الحصان وبيفهم ان الحصان بدأ يحب لاكي وفي تاني يوم بتركب لاكي على ظهر سبارت لأول مرة ولما بيفتح سنابس باب الحظيرة بيجري سبارت وبينطلق بسرعة بلاكي وبيفضل سبارت يجري بيها ناحية الجبال وساعتها بتكرر برو هي وابي جيل انهم ينطلقوا بالخيول بتاعتهم وراء لاكي علشان ينقذوها ومن ناحية تانية بيقلق سنابس على لاكي وبيكرر ان يروح يبلغ والدها جيم باللي حصل وفعلا بيروح سنابس وبيقول جيم ان الحصان اخد لاكي وجري ناحية الجبل فبيتخضت جيم هو وجرينجر وبينطلقوا بسرعة في اتجاه الجبل علشان يروحوا ينقذوا لاكي وبنروح وقتها لاكي وبنشوفها هي وسبارت اللي بيفضل يمشي بيها فوق منحضرات الجبال وبنشوف اصدقاءها برو أبي جيل وهما وراها واللي بيفضل يدوها تعليمات علشان تحافظ على توازنها واللي لما بيلحظوا ان باقي المنحدر مكسور بيطلبوا من لاكي انها تنط من على سبارت بسرعة عليهم علشان ينقذوها وفعلا بتنط لاكي وبتلحق نفسها على اخر لحظة وبيكمل سبارت طريقه من غيرها وفي الوقت ده بيوصلوا جيم وجرينجر لمكانهم وبيكون جيم قلقان جدا على بنته لاكي وبيفضل بيعاتبها لانها ما سمعتش كلامه وبياخدها جيم على البيت وبيكمل عتابه ليها وبيقولها ان هي عنيدة جدا وعشان كده هو قرر يرجعها لجدها جيمس من تاني فبتحزن لاكي جدا من والدها وبتقوله ان هو كده بيتخلى عنها للمرة التانية وبتسيبه وبتطلع قدتها وي حزينة وبالليل بتتسحب لاكي من وراء والدها وعمتها وبتخرج برا البيت وبتاخد معها تفاح وبتروح ناحية الغابة وبتمشي في التجاه شريط السكة الحزيد لحد ما بيقابلها سبيرت هو وعيلته بيتجمعوا حواليها فبتديهم لاكي التفاح اللي معاها وبتأكلهم وبيظهروا وقتها الخيول وهما مبسوطين جدا ولكن فجأة بيجي هاندريكس هو وعصابته معاهم حبالة علشان يستضهم بيها فبتحاول لاكي انها تمنعهم ولكن هاندريكس بيزقها وفي الوقت ده بيوصل القطر وبيبدأ هاندريكس هو وعصابته يشحين الخيول في العربيات ويقفلوا عليهم ولكنهم مش بيعرفوا يمسكوا سبيرت وقبل ما يمشوا بتسمعهم لاكي هما بيقولوا انهم مسافرين بالقطر لحد المينة علشان يهربوا الخيول بسفينة ناقل البضايع وفعلا بيمشي القطر بالخيول وبترجع لاكي تاني للقرية وبيكون معاها سبيرت لانه واصق فيها ان هي هتساعده وهترجع له عيلته وبتروح لاكي للستابل بتاع جرينجر وهناك بتلاقي برو وبتبدأ لاكي تحكي له عن خطفة هاندريكس للخيول وبتقول لها انهم لازم يرجعهم تاني قبل ما يوصلوا بيهم لسفينة ناقل البضايع فبتطلع برو الخريطة وبتقول لاكي ان المينة بعيد جدا عنهم وانهم لو راحوا ورا القطر مش هيلحقوهم وساعتها بتفتكر لاكي دروس الفيزيا اللي ما كانتش بتحبها وبتكتشف انها كان لها لازمة وفعلا بتحسب لاكي سرعة القطر مع المسافة والزمن وبتقول لبرون القطر لازم يقف في استراحة كل 100 ميل وبتشاور لها على المحطة للمفروض القطر هيقف فيها واللي بتكون في مكان موجود فيه خزان مياه كبير وبتقول لاكي لبرونهم لو اختصروا الطريق لحد خزان المياه ده من خلال الجبال هيقدر يوصلوا للمحطة قبل وصول القطر وبتحاول لاكي تفهم بروونهم علشان يقدر يخرجوا الخيول من عربات القطر لازم القطر يكون واقف وفي الوقت ده بتجالهم ابي جال وبتعرف منهم اللي حصلوا بتسمع خطتهم وبالرغم ان برو وابي جال بيكونوا متردزين في الاول من انهم يساعدوا لاكي الى انهم بيوافقوا في الاخر علشان ما يسبوهاش تروح المغامرة الخطيرة دي لوحدها وفعلا بيروحوا هم الاتنين معاها بالخيول بتاعتهم وبتكون لاكي ركبة على سبيرت وبيتجه كلهم ناحية الجبال وبيوصلوا الهضبة عالية تحتها ودي كبير وبيكون فيه جسر بيربط بينها وبين هضبة تانية ولما بيلاقوا ان الجسر ده متهالك وبينهار بيجربوا انهم ينطوا بخيولهم من مكان تاني اقرب ولما بييجي الدور على لاكي وبتنط بسبيرت ما بيقدروش انهم يوصلوا للناحية التانية وبيقعوا هم الاتنين في الوادي ولكن لحصن الحظ ما بيحصل لهمش اي حاجة وبعد شوية بيقدر سبيرتون يطلع تاني من الوادي وبعد شوية بيوصلوا لطريق عبارة عن صخور جبلية ديقة وخطيرة جدا ولكن لاكي بتصك في سبيرت اللي بيبدأ يعدي من فوق الصخور الديقة دي بحذر شديد فبيتشجعوا برو وابيجال وبيعملوا زي لاكي بالخيل بتاعتهم وفعلا بيقدروا كلهم يعدوا من المكان ده وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا للمكان قريب من خزان الميا وبيفرحوا كلهم جدا وبيكرروا انهم يخيموا هنا طول الليل وفي تاني يوم بيروحوا عند خزان الميا على ما يكون القطر وصل لهناك ومن ناحية تانية بنشوف جرينجر وهو داخل الاستابل بتاعه واللي بيلاقي سنابس هناك وبيعرف جرينجر ان برو وابيجال واللاكي راح يحرروا الخيور البرية من العصابة لسرائتهم فبيقلق جرينجر على بنته وبيروح بسرعة الجيم في بيته وبيقول لنا بناتهم في خطره وبيحكيلوا على اللي حصل فبيقلق جيم جدا على بنته وبيروح يفتح مغزن جنب بيته وفي المغزن ده بيكون جيم سمم عربة قطر سريع جدا وكمان بيكون مسميها مالة على اسم زوجته وفعلا بيبدأوا هم اللي اتنين يتحركوا بالعربة وبينطلقوا بسرعة علشان ينقذوا بناتهم وفي تاني يوم بتسمع لاقي صوت القطر وهي نايمة فبتقوم بسرعة من النوم وبتلاقي سبيرت بيجري ناحيته فبتفهم لاقي ان القطر وصل قبل معايده وبتصحي برو وابيجال وبينزلوا يجري كلهم ناحية القطر ولكن للأسف بيكون هندريكس شاف سبيرت وبيؤمر عصابته انهم يمسكوه بالحبال ويشحنوه معيهم على القطر وفعلا بيعملوا كده وما بتلحقش لاقي واصدقائها انهم ينقذوا الخيول لان القطر بيتحرك بسرعة وساعتها بتحس لاقي باليأس جدا خصوصا ان سبيرت اتمسك هو كمان ولكن وقتها بيشجعوها اصدقائها وبيعرفوها انهم لسه قدامه وهم فرصة يروحوا على المينة بسرعة ويلحق القطر هناك فبتتشجع لاقي وبتروح هي واصدقائها للمينة وهناك بيلاو القطر وكمان سفينة تنقل البضايع وفعلا بتقدر لاقي انها تطلع فوق القطر وبتدخل العربة اللي فيها سبيرت وبتقدر تحرره ولكنهم للأسف بيكتشفوا ان باقي الخيول خلاص تشحنوا على السفينة فبتطلع لاقي بسبيرت فوق رفع عالية جدا وبتنط من فوقها على السفينة وفي الوقت ده بيكونوا جام وجرينجر ووصلوا بالعربة للمينة ولما بيشوف جام بنته لاقي وهي بتنط فوق السفينة بالحصان بيقلق جدا خصوصا ان السفينة بتكون خلاص تحركت ولكن وقتها بيكرر جام انه ما يتخلش عن بنته تاني وبيروح هو وكورة وجرينجر وبياخدوا كارب وبيجدفوا بيه ورا السفينة وفي الوقت ده بتكون لاقي قاعدة بتدور على المكان للعصابة حبسين في الخيول وفعلا بتقدر لاقي انها تصل وبتحرر كل الخيول ومن ناحية تانية بيكون هندريكس هو وعصابته بيحاولوا يمسكوا سبيرت بالحبل بتاعتهم ولما بيقدر هندريكس انه يكتفوا بالحبل بتركب لاقي فوق سبيرت وبتجري به ناحية هندريكس وبيوقعوا في البحر وساعتها بتلاحظ لاقي وصول جام وكورة علشان ينكزوها فبينط سبيرت بلاقي في البحر وبينطوا وراه باقي الخيول ولما بينط جام في المياه علشان ينكز لاقي بيتفاجئ لما بيلاقي سبيرت بيرفعهم هما الاتنين من تحت المياه وبينقذهم لحد ما بيوصلوا كلهم للشاطئ وهناك بيكونوا الخيول كلهم فرحانين وساعتها بتعتذر لاكي الوالدها اللي بيعتذر له هو كمان وبيقول لها ان والدتها لو كانت عايشة كانتها تعمل زيها بالزبط وبيعرفها ان هو فخور جداً بيها وبيحضنها وبعدها بيروحوا جام وغرينجر وبيكتفوا هندريكس علشان يسلموا للشرطة وأخيراً بتروح لاكي وبتودع سبيرت هو وباقي الخيول بعد ما بيوصلهم للغابة علشان يسيبوهم يعيشوا هناك وسط الطبيعة وبتروح لاكي وبتحضن سبيرت وهي بتدمع ولما بترجع لاكي للبيت بتقول لها عمتها كوراً ان الأجازة خلصت وانها بتحضر الشنط علشان يرجعوا تاني للمدينة وساعتها بتطلب لاكي منها انهم يروحوا مهرجان الخيل الأول وفعلاً بتواثق كورا وبتلبس لاكي فستان والدتها وبتتمشى مع ولدها اللي بيقولها ان المهرجان ده كان المفضل عند والدتها وفي المهرجان بيطلع جامعاً للمسرح وبيقول لبنته لاكي انه ممكن يكون تخلى عنها زمان لكنه بيوعدها انه مش هيقدر يتخلى عنها تاني وبيطلب منها انها تفضل عيشة معاه فبتوافق لاكي انها تفضل معاه وبيفرحوا كل اللي موجودين بالخبر ده وبيفضل جامعاً يغني البنته لاكي اللي بيغدوها باقي البنات وبيرقصوا كلهم سوا الملخص ده بصوت هايدي مصطفى وكتب ومنتجه باسم أحمد وما تنسوش تعملونا سبسكرايب على قناة موفي ستوري على اليوتيوب وبس كده سلام